في تصعيد ملحوظ لأزمة التلويح بالقوة المشتعلة بين روسيا والقوى الغربية الداعمة لأوكرانيا تجد المتحدثة باسم الخارجية الروسية طريق السلم مع كييف مسدوداً بعد نشرها أسلحة تقيلة بما فيها مدفعية تقيلة ومركبات مدرعة وطائرات مسيرة على الحدود المتاخمة لروسيا المفاوضات من أجل توصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني وصلت عملياً إلى طريق مزدود ولم يصفر الاجتماع الأخير لفريق الاتصال والمجموعات المتفرعة عنه منذ سابع وحتى ثامن من الشهر الحالي عن أي نتيجة تصريحات زاخروف لم تكن وحيدة بل جاءت متسقة مع سرب تصريحات روسية أطلقت تحذيرات صارم صوب أوكرانيا المتحالفة مع الغرب إذ هدد رئيس الأركان العام للجيش الروسي بتدخل قمعي إذا مرتكبت أوكرانيا ما وصفها بالاستزازات في إقليم دونباس شرقها عبر تسوية النزاع هناك بالقوة ووصف الجيش الروسي الأنباء المنشورة في وسائل الإعلام عن الاستعداد الروسي للهجوم على أوكرانيا بالكذبة وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد حذر من انزلاق الأزمة بين بلاده والغرب إلى حالة شبيهة بأزمة السواريخ الكوبية وهي التي هددت باندلاع حرب نووية عالمية عام 62 مشيرا إلى أن بلاده مضطرة إلى الرد على تصرفات الناتو الذي يسعى إلى التمركز العسكري على حدودها على الطرف الآخر يجدد الأمين العام لحلف الناتو دعوته روسيا إلى خفض التوتر مطالبا إياها بالشفافية بنواياها تجاه أوكرانيا وسط حديث عن استعدادها لغزو الأراضي الأوكرانية وفي نفس السياق حذرت وزيرة الخارجية الألمانية وروسيا من ثمن باهظ سياسيا واقتصاديا إذا ما قامت بأي تحركات عسكرية ضد أوكرانيا المجاورة مؤكدة الحاجة إلى تنسيق موقف أوروبي مشترك عند التعامل مع جلال معادين مثل روسيا على حد تعبيرها وبعد محادثات بين الرئيس الأمريكي ونظره الروسي استمرت لأكثر من ساعتين قبل يومين يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع اتجاه أكثر نحو التصعيد في ظل استمرار لوجود معضلة عدم ثقة بين الأطراف المتنازعة والاستعداد المستمر لشني هجمات عسكرية